كيف ما كتعرفو وزارة التقافة من خارطة منذ أشهر أو منذ مجال هذه الحكومة باش تقوي المجال المفهوم للصناعة التقافية وبالطبع فاش كنت كلمو على صناعة التقافية تكلمين على مجموعة المجالات سابقا مجال السينمائي مجال المصرحي مجال الموسيقى كذلك مجال صناعات الألعاب الأكتونية وباليوم كنت كلمو على المجال الفني يعني الإزاق بلاستيك اللواحات وهذا المجال بالطبع هو مجال اللي كيعرف تطور جدا ملموس وكيتبين على الحضور بحضور الفنانش والفنين على الصعيد الدولي وبالتمن دي البعض اللواحات اللي كنشوفوها على الصعيد الدولي يعني كيبين بأن هناك حضور فني مغربي متميز اليوم حنا الوقت باش نقوي الجانب القانوني باش نحميو هاد لواحات هاد الفنانات والفنانين بالطبع كذلك كان حضور نجال المدير نجال مدارس الفن الجامنة لأن كين هناك يعني استراتيجية ذو المدى القصير وحتى المدى المتوسط باش يكون هناك تكوينات بالنسبة للخبراء اللي غاين نسقوا مع المحاكم أنا داك باش نعرفوا ما بين العمل نجال الفنانين والتزوير اللي كان عيشوه هنا وهناك الاشكالية نجال التزوير كيف ما كتعرفوه لما كانوا نبنيوا واحد السوق يعني سوق الفن ومحاربة يعني التزوير كين مجموعة نجال الاساليب طبعا الجانب القانوني أولا وحتى يعني تعبئة نجال العاملين في هاد المجال لهذا كانوا معنا اليوم يعني مدرع نجال الجالغي اللي كانين على صعيد الوطني هنا باش يكون هناك تعبئة وتنسيق معهم باش نحاولوا مرة أخرى يكون هناك اجتهاد من طرف الجميع لتقوية السوق الفنية هنا في المعارض شكرا لك شكرا لك